أوضحت الرسالة الملكية السامية أن الاستراتيجية الإحصائية للسكان والسكنة واعتباراً لما توفره من قاعدة معطيات أساسية ومحينة فإنها تتيح التقييم الموضوعية لأداء السياسة العمومية في مجال التنمية والإعداد لمخططات جديدة لضمان العيش الكريم للمواطنين الرسالة الملكية السامية أكدت أن الإحصاء السادس للسكان والسكنة أواخر صيف هذا العام يكتسي أهمية خاصة اعتباراً لمميزات سياقه الدولي والوطني ودعا جلالة الملك في الرسالة السامية الموجهة لرئيس الحكومة تيسير إنجاز هذه العملية الوطنية كما حملت الرسالة الملكية دعوة خاصة لوزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط للصهر على التنظيم الأمثل لهذا الإحصاء وفي الآجال المحددة من خلال سعبئة الوسائل البشرية واللوجيستيكية وتوفير شروط التنسيق الفعال بين مختلف المصالح الإدارية والجماعات الترابية كما تهيب الرسالة الملكية بجميع المواطنين استقبال أسرهم للباحثين والمؤاطنين لعملية الإحصاء وأن يسهر أفراد الجاليات الأجنبية التي تقيم بكيفية دائمة أو مؤقتة بالمغرب على تخصيص الحيز الضروري من وقتهم للمساهمة في هذه العملية كما خصت الرسالة الملكية نساء ورجال التعليم بالتقدير على تجندهم للمساهمة في إجراء الإحصاء المزمع